هذه أبرز العناوين الرقراقي ينجح في إقناع مواهب مغربية باللعب للمنتخب المغربي رئيس الكاف يفجرها على الجزائر بسبب منع المنتخب المغربي من المشاركة في الشان سراع فرنسي إسباني على خدمة سليم أملاح والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس الرقراقي ينجح في إقناع مواهب مغربية باللعب للمنتخب المغربية كشفت تقارئ إعلامي أن مجموعة من اللاعبين مزدوجة الجنسية قد قرروا تمثيل المنتخب المغربي في الاستحقاقات المقبلة ووفق ما أكدته ذات المصادر فقد نجح الناخب الوطني ولد رقراقي بمعيات طاقمه التقني ودعم الجميع من إقناع مجموعة من المواهب المغربية في أوروبا باللعب بقامس أصود الأطلس وفي هذا الصدد قال غارب أنزين المدرب المساعد للرقراقي إن مجموعة من اللاعبين قرروا تمثيل المنتخب المغربي وذلك خلال لقاء مع قنصر المغرب بمدينة ستراسبورغ الفرنسية وتبع موضحا مجموعة من اللاعبين مزدوجة الجنسية قرروا تمثيل المنتخب الوطني مشيرا إلى أن الجامعة بصدد تأهليهم الآن حتى يتسنى لهم اللاعب مع المغرب في الاستحقاقات القادمة وكان الإنجاز التاريخ الذي حققه المنتخب الوطني في كأس العالم ببلوغه المربع الذهبي واحتلال المركز الرابع بالغ الأطر في تغيير مفاهيم ورؤى لاعبين رفضوا في وقت سابق اللاعب بقميس أصود الأطلس رئيس الكاف يفجرها على الجزائر بسبب منع المنتخب المغربي من المشاركة في الشن أكد باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن كرة القدم لا يجب خلطها بالسياسة وذلك في أول تعليق على عدم ترخيص السلطات الجزائرية لدخول طائرة المنتخب المغربي الأولمبية للدفاع اللقابه في بطولة الشن وقال موتسيبي في تصريح من قلب الجزائر لقد اطلعنا على البيان الصعف الصادر عن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وما يمكننا قوله أننا قد حاولنا في الأيام الأخيرة التحدث مع كل طرف وكانت هناك تاقيدات قبل أن أصبح رئيسا وأضف رئيس الكافي تعليقه على منع سلطات الجزائر دخول الطائرة المغربية التي كان مفترضا أن تقل العناصر الوطنية لقسطنطينا وقال يجب أن لا تتدخل السياسة في كرة القدم والتزامنا هو تعزيز كرة القدم ستلعب هذه البطولة وسط السمر وسيتم اتخاذ القرارات وفقا للقواعد التي تحكم الكاف سراع فرنسي إسباني على خدمة سليم أملاح دخل فريق ليلة الفرنسي سبق التعاقد مع الدولية المغربي سليم أملاح لعب ستاندردوليجة البلجيكية وقشف التقارير الصحفي أن تألق أملاح في المونديال الأخير دفع عليل إلى التحرك من أجل ضم اللاعب المغربي وكان التقارير الصحفي إسباني أشارت في وقت سابق إلى أن فالنسي الإسباني عرض مبلغ 6 ملايين يورو من أجل ضم لاعب خط وسط ستاندردوليجة البلجيكي والمنتخب الوطن المغربي سليم أملاح خلال فترات الانتقالات الشتوية الحالية ويعيش أملاح فترة صعبة مع ناديها البلجيكية حيث قرار بيرلوشت رئيس فريق ستاندردوليجة إرسال سليم أملاح لللاعب مع الفريق الاحتياطي في انتظار نهاية الموسمة والرحيل بشكل مجاني قائلا في إحدى خرجته الإعلامية ولن نفعل شيئا لزيادة قيمته السوقية يشار إلى أن عقد سليم أملاح مع الساندردوليجة البلجيكي ينتهي شهر يونيو 2023 واللاعب أكد رغبته في العديد من المناسبات بخوض تجربة احترافية جديدة في الموسم الرياضي الحالي صدمة داخل الصاصول الإيطالي بطلها أناحية تفاعل الإيطالي ماريو ديروسي وكل أعمال اللاعب المغربي عز دين أناحي مع العروض القوية التي تلقها الأخير في الميركات الشتوى الحالية بعد تألقه مع المنتخب الوطني المغربي في نهائية كأس العالم قطر 2022 وكشف ماريو ديروسي في تصريح خاص به راديو السيئر كالإيطالية نقله موقع كالتشيو نيوز 24 أكد فيه أن عز دين أناحي كان معروضا على مجموعة من الأندية الإيطالية في الانتقالات الصيفية الماضية من بينها فريق الصاصولو لكن الفرق الإيطالية لم تدخل في مفاوضة جدة من أجل حسم صفقة النجم المغربية الذي بات بعد المونديال محط اهتمام العديد من الفرق الكبيرة في أوروبا وقال ديروسي حتى العام الماضي صادف أن تحددت عنه مع بعض الأندية الإيطالية خاصة مع الصاصولو عندما كانت تكلفته في ذلك الوقت ثلاثة أو اثنين مليون لقد أحبوا اللاعب بشكل عام لكنهم لم يرغبوا في التعمق في الأمر وارتبط اسم أناحي البالغ عمره 22 عاما بلد انتقال إلى أندية عدة بعد تألقه مع منتخب المغرب في مونديال قطر من بينها لسترستي الإنجليزية وبرشلون الإسباني ونابول الإيطالي ومارسيليا الفرنسية ولفت عز دين أناحي أنظر العديد من الأندية الأوروبية في مقدمتها برشلون بعد تألقه مع المنتخب الوطني المغربي الذي أنهى منافسة كأس العالم قطر في المركز الرابع وذلك بانهزامه أمام نظره الكرواتي بهدفين لوحد في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في المسابقة رجراجي ناديمان خسرنا أمام أسوأ نسخة لفرنسا استعد وليد رجراجي المدير الفني لمنتخب المغرب ذكريات من المشاركة التاريخية لإصود الأطلس في كأس العالم وتحدث رجراجي عبر صحيفة ليكيفا الفرنسية قائلا قلت للعبين بين شوطع مباراة الدور قبل النهائية إنها النسخة الأسوأ للمنتخب الفرنسي منذ انطلاق الأدوار الإقصائية واستدرك لا أقصد منتخب فرنسا بشكل عام أنا لست سادجا فهم فريق عريق لكن أقصد حالة الفريق الفرنسي في هذه المباراة لذا غلب علينا الحزن والندم بعد خسارتنا بهدفين ووصل عندما تصل لمرحلة متقدمة في البطولة الكبيرة تظن أنك لست بعيدا لكن في الواقع كانت خطوة كبيرة وفي مباراة المركز الثالث عانينا من كثرة الإصابات ويوم أقل التعافي لذا كانت الأمور صعبة وخسرنا المباراة وأشار المكسب الأكبر كان الأجواء داخل الفريق كنا أخوة ولم تحدث أي مشادات طوال خمس أسابيع مدة المعسكر بخلاف المستند الرائع من جماهيرنا وجماهير البلدان العربية ولفت إلى أن التطلعات زادت خاصة بعد خروج منتخب البرازيل من البطولة مضيفا كنا نسعى للفوز واللاعبون تسرب داخلهم الشعور بإمكانية تحقيقها لذا كانت الوجوه حزينة بعد الخسارة أمام فرنسا هذه أبرز العناوين الرقراقي ينجح في إقناع مواهب مغربية باللاعب للمنتخب المغربي رئيس الكاف يفجرها على الجزائر بسبب منع المنتخب المغربي من المشاركة في الشان سراع فرنسي إسباني على خدمة سليم أملاح والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس اشتركوا في القناة